ولكن لازم لأول أروح لدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية دكتور علاء مساء الخير أهلا بحضرتك مساء الخير عمر باشا ومساء الخير زي تاد المشاهد أهلا وسائلا أهلا وسائلا دكتور علاء النهاردة دكتور مصافة مدبولي استشفد وذكر ما حضرتك ذكرت لي فيما يتعلق بين المصانع دلوقتي تستطيعنا تعمل بكامل طائطة عندها مخزون في المخازن يكفيها شهرين قدام حابين نعرف التفاصيل يا فن حركة احنا يمكن كلنا عارسين المشكلة اللي كانت موجودة ان هناك بضائع كانت متأخرة في المواني كانت بتقعد بستة سبعة شهر على ما يتم الإفراج عنها ابتدى يمكن من أول ديسمبر الحل العملي في ذلك والإفراج دوالة من أول ديسمبر النهاردة أعلى الدولة رئيس الوزراء إن تم الانتهاء من كل المتأخبات اللي موجودة فدلوقتي زي ما حركة عشانك البضاعة اللي بتوصل بتاخد دورتها وتقل النهاردة اللي موجود عندي في البضايا هو أقل من اربعة وثمانية من عشر مليار تقريبا وهو المتوسط اللي كان موجود في يناير اثمين وعشرين أو دسمبر أو نوفمبر السابق ده المتوسط الطبيعي بتاعي اللي هي على ما بتاخد الدورة دي بتتضمن خوالي ثلاثة مليار تلع وصلت ولكن ما بطلتش لسه في إجراءاتها بسنا يمكن كنا بنحصر المتأخرات بالنسبة للمصانع في تواصل مستمر مع المصانع كلها عشان نضمن إن عندها اللي يشغلها على الأل وردية ودلوقتي اللي بيجيلي من المصانع أنا عندي شحنات وصلت المينة بس المسانداتها لسه ما جاتش للبنك يعني بنتكلم على بدل ستة أشهر متأخر بقى دلوقتي بنتكلم على المساندات لسه ما وصلتش معنانه ما عندهوش حاجة متأخرة تمام كويس قوي يعني كده فاننا نقدر نقول إن إحنا قلبنا الصفحة الخاصة بيه وجود بضاعة أو مسلزمات إنتاج في المواني وليها أثر مهمة بس أنا عايز أذكر حاجة مهمة حالك تلاحظ دولة رئيس الوزراء بيصرح كل أسبوع بإفراجات في حدود واحد ونصف مليار دولار كل أسبوع تقريبا متوسط والداتي الشهرية من ستة من خمسة لسبعة مليار على حسب الشهر فمعنى هذا إن أنا بأفرج عن كل ما يصل إليه تمام النقطة بأثر الكلام ده إيه أنا كمواطن الكلام الكبير ده كله يفري معي فيه مضبوط النهاردة السلع اللي كان بتيجي كانت محملة بغرامات تأخير وإيجار كونتينر وبالتالي سعرها بأعلى كان البنك بيدبرش فحتى لو أفرج عنها بضمان المؤرد كان بيتطر عشان أنزلها السوق بحط هامش مخاطرة عالي بسأل البرولر ممكن يتدبرني كمان شهر أو اثنين أو ثلاثة النهاردة بيتدبر في نفس اليوم وبالتالي أنا عارف السعر بصع عرصخ ما بحط هامش المخاطرة في نفس الوقت المصانع كانت بتشتغل بطاقة محدودة وبالتالي بحمل على السلع الوحدة نسبة عالية من مصاريف السبتة أكيد في الوقت شغال بطاقة كاملة وبالتالي المصارع بالنسبة كام في المئة المصارع يعني خصوصا في السلع الغذائية أساسا يعني شغالة بكامل طاقتها المصارع الغذائية كلها شغالة ثلاث ورديات لسبب واحد إن أنا دخل على الرمضان تمام وبالتالي أنا محتاج أن أنا أكثر في الإنتاج اللي موجود وهو مش أشغل ثلاث ورديات لو ما عندوش بضعف المخازن أو مسلزمات إنتاج في المخازن حدثك أنا مشكلتي دلوقتي إنه هناك سلع أفرج عنها اتضبر لها الدولار خلص دورة الإفراج ولكن ما عنديش نوعية الشاحنات اللي مطلوبة أو السرعة أن أنا طلع من المينة بالمصنع مفهول إنما المصنع مخزن الوالد بتاعه وبتاع الخامات مليان وبالتالي شغال بكامل طاقته تمام هنا بقى زي ما حركت أفضلت وقلت المواطن اللي قاعد بيسمعنا يقول طيب أنا الكلام المهم الكلام الكبير ده هيسمع معايا إمتى حدثك الدورة مدين الخامات لما بتطلع من المينة وإحنا بتكلم التفاق لا يمكن مع معظم المصانع إن لو طلاله خامات كانت متأخرة فعليها زرمات يدوبها الخامات طازة لسه وصلة وبالتالي بقلل من التكلفة في نفس الوقت حدثك تعلم جيدا إن كافة المصانع وقفة في ظهر الدولة بالكامل يعني دي أنا بشكر الصناعة فيها المصرية في مبادرة أهلا الرمضان منزل السلع يهمة بسعر الجملة وهناك بعض السلع بتنزلها بأقل من التكلفة وبتحمل الفرق ده على السلع الفخيرة الأخرى وبالتالي أنا خلين عندي آلية بنزل بيها سلع مخفضة إن شاء الله تسمع في باقية السلع كله في التجاهين النهاردة مع الخامات اللي طلقت والمصار اللي شغلت تكامل طاقتها متوقع خلال ما بين اسبوعين لتلت أسابيع تبتدي هذه السلع تنظر في الأسواق تماما في نفس الوقت آه إن الأسعار المخفضة اللي موجودة في منافس أهلا رمضان بتجبر المحلات المجاورة لها أنها تنزل بالأسعار وبالتالي المجاور ليه ينزل بالأسعار ما بتشدلي سوء كله إلى أسفل مظبوط مظبوط النقطة يمكن اللي بتطمننا كلنا يمكن دولة رئيس الوزراء ذكر تقريب تاستاندرينبور مظبوط اللي أهم حاجة فيه إن هو بيتكلم عن إحنا السنة المالية بتاعتنا نص 22 مع نص 23 يتكلم على الكم شهر الجايين أنا عندي 17% السنة المالية التالية حينزل 12% عجز الميزان التجاري حينزل من 10 و8 من 10 لتسعة الدين العام حينزل من 86 ل82 دي مؤشرات من أهم ما يمكن احنا حققنا أعلى صدرات في تاريخ مصر 35 مليار دولار سنة اللي فاتت الصدرات البترولية طلت 18 مليار بإزجادة حوالي 40% عندي وصلنا تقريبا لمليار دولار استثمارات خلال كم يوم اللي فاتوا في شهر يناير فابتت الرؤية تبان إن احنا متوجهين ناحية الأفضل طيب دكتور علاء أنا آسف بس يعني يعني أعايز تعليم من حضرتك على ما ذكروا برضو النهاردة دكتور مصافي مدبولي بينه تمت الموافقة على الضوابط اللي هتسمح للهيئة العامة للتنمية الصناعية إن هي تلغي أو تخفض الأقصاط اللي على المصانع المتعسرة وأعتقد دي جزئة مهمة جدا لأن جزء من المصانع كان عندها أزمة خارجة عن إرادتها إما في تدبير قطع غيار إما في تدبير مسلزمات إنتاج فتراكم عليهم ديون النهاردة بالفعل دكتور مصافي مدبولي بيقول إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإمكانها إما إلغاء أو خفض غرامات التأخير فن دي سلطة مجلس الوزراء وتم تفوضها دي الهيئة التنمية الصناعية للتأكير والإصراع ودي يمكن حتدي انفراجة للصناع المصرية نفس القصة عملها بالنسبة لي المطورين الصناعين ده حيزدي استثمارات حيساعدهم إن هم يروجوا أكتر لجزء استثمارات إحنا بنبص رؤية مستقبلية كمان يعني زيادة سعر توريد إردب الأمح لـ 1250 بدل ألف دي حتشجع المزارعين إن هم يزنوا أمح نستيانك للموسم القادم وبالتالي حيقل اعتمادي على الأسواق المتذبذبة تولي روسيا أو أوكرانيا فإحنا مش بس بنحل مشاكل الفترة اللي فاتت ولكن بنبص مستقبلياً إن نمنع إن تحصل مشاكل في المرحلة القادمة أكيد إن شاء الله أنا شاكر جداً وجود حركت معنا بقراء العز الأمين العام للغرف التجارية شكراً لحضرتك